لماذا يصاب الإنسان بالغفلة؟ لأربعة أسباب أولها لصحبة الغافلين كل الشي اللي تبعه، كل رفقاته، كل الناس اللي يذهب إليهم ويغدو ويروح كل أعداته مع ناس غافلين لا يذكرون الله تعالى أبدا أبدا لا بكلامهم ولا بفعالهم حتى بقلب الجلسة يقول لك مبارح يا أخي إجاء لك زبون أنا أصطل لك يا أنصى يا أخي يا هكي الشغل يا بلا حلال على الشاطر لك أنت حلال على الشاطر كيف ما قال لك نسيان أن الله لا يجيز وأن غبنا المسترسي لحرام غفلان هو ناس غافل مبارح يا أخي دخلت لك على موقع نيت بعدت لك بعدت لك الرابط تبعه يا رجل أنت بعدت الرابط بس الله سمع والله رأى والله سجل عليك شو؟ غافل يا حرام ما لهم انتبه نسيان نسيان هو أنه لم يذكر أن هناك الله فذلك لماذا يصاب الإنسان بالغفلة؟ أول شيء لأنه يصاحب الغافلين فبيعدوه يصير هو كمان بقلب هالمجلس الذي مضروب على قلوبهم بالغفلة يدخل معهم يصير حديثه حديثهم سروره سرورهم فرحه فرحهم يفرح عندما يفرح لأنهم يقولون له أخبار المعصي لماذا يصاب الإنسان بالغفلة؟ أول شيء لصحبة الغافلين اثنين لقلة الذكري الذكر عكس الغافلة إذا أحد غفلان ما نريد أن نفيقه؟ أحد نائم ما نريد أن نفيقه؟ أريد أن نبهه وعمله تنبيه مجالس الذكر يا أخوان تعمل لك تنبيه لماذا يصاب بالغفلة؟ صحبة الغافلين قلة الذكر بعدين الإكثار من الشهوات المباحات يأكل كثير، يشرب كثير، يتضحك كثير، ينام كثير هذه كلها تجعل الإنسان غافل كله يا شباب، كله يا أخياته والأخوات لكن الله عز وجل قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا يعني يجبك معتدل تضحك ما عليش بس اعلم كثرة الضحكة تميته القلب تكلم معليش، بس مو شرط كل واحد يعني كل جلسة يريدك أنت تسلم الجلسة من أولة لآخرة حكي له كلمتين ثلاثة وخلاص لأنه من كثرة كلامه كثرة خطأه ماذا تريدك بكثرة الكلام؟ لا تنفعك كثرة المنام كمان تجعلك فقير يوم القيامة أم صلي تهجد، من أمات ما أمت أنت على صلاة التهجد؟ يا رجل الأولياء كلهم كانوا صافين أقدامهم ماذا تريدك أنت؟ لازم تفقي الساعة الثلاثة، لازم تفقي الساعة الثلاثة ونص لازم تقرع باب الملك لازم تساويك حتى تكون أنت من أهل الذكر على كل الأحوال من أراد أن تنصرف عنه الغفلة فليكثر من الذكر، فليكثر من القرآن، فليكثر من مجالسة أهل الذكر فليبتعد عن أهل الغفلة، فليخفف من الشهوات المباحثة ترجمة نانسي قنقرة